بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان هذه الآية تشير أيضا إلى سبب آخر من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل وهو اتباع الشياطين واستعمال السحر اليهود لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله تركوا اتباعه بل اتبعوا كتب السحر فعوض أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وبالقرآن أخذوا يتبعون كتب السحر التي كانت على عهد سليمان النبي صلى الله عليه والتي كانت من تعليم هاروت وماروت واتبعوا هؤلاء اليهود عوض الكتاب اتبعوا السحر فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم وراحوا يتعلقون بما تتلو وتقرأ الشياطين والسحر على ملك سليمان يعني في زمن ملك سليمان فأن الشياطين كانوا مسخرين للنبي سليمان عليه السلام فلما مات كتبوا السحر وألقوه تحت كرسيه ثم أشاعوا بين الناس أن عظمة سليمان وملكه كان بسبب استعماله للسحر الموجودة في هذه الكتب حتى يرغبون الناس في السحر فانخدع البعض لكن المؤمنين لم ينخدعوا فاليهود أخذوا يتعلقون بالسحر الذي كان في زمان سليمان شنو هدفهم كان يريدون بذلك جلب الأموال والتقرب للناس وكانوا يشيعون بين الناس أن سليمان إنما أوتي الملك العظيم بسبب أنه كان يعمل بالسحر فردهم الله تبارك وتعالى حيث يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا السحر موجب للكفر لم يكفر سليمان باستعمال السحر بل كان عبدا نبيا آتاه الله الملك طبعا لا يخفى أن الكفر على نوعين كفر في العقيدة وكفر في العمال الكفر في العقيدة إنكار أصول الدين أما الكفر في العمال فهو ترك واجب أو فعل حرام ولذا من المتعارف استعمال الكفر على ترك الأوامر وفعل النواهي مثلا في ترك الحج الله تبارك وتعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي ترك الشكر يقول تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد من العشرة النمام ونحوه والحاصل أن سليمان ما كان ساحرا ولم ينل ما نال بالسحر وإنما بالنبوة والموهبة الإلهية ولكن شياطين كفروا والشياطين أرواح شريرة تلقي الشرف النفوس وقد ثبت نظيره في العلم الحديث في باب التحضير والتنويم المغناطيسي ماذا كان يعمل الشياطين يعلمون الناس السحر ما هو السحر؟ السحر مجموعة من الأمور غير الطبيعية التي تأتي بعلاج خفي ومن السحر التصرف في العين والتصرف في النفس والتصرف في العاقل فهذه الأعمال توجب عداوة بين الناس أو أمراض وما أشبه ذلك وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت اليهود اتبعوا ما تتل الشياطين وهكذا اتبعوا ما أنزل على الملكين تركوا الكتاب واتبعوا سحر الشياطين وسحر الملكين هسا شنو قصة الملكين؟ بعد زمن النبي نوح عليه السلام كثرت السحرة فأنزل الله ملكين في بابل على نبي ذلك الزمان حتى يعلمان الناس إبطال السحر شنو كانوا يقولون للناس؟ فكانوا يقولان للناس هذا هو السحر وهذا إبطاله هذا مثل الطبيب اللي يدرس الطب أو يكتب كتاب في الطب فأولا يشرح الداء والمرض ثم يبين الدواء المزيل لهذا الداء فيقول لتلاميذه أو يكتب في كتابه هذا الشيء سم وهذا الشيء دوائه فيحذر تلاميذه وقراءه من تناول السم أو استخدامه في غير محله السحر أيضا كذلك كان الملكان يعلمان الناس السحر وإبطال السحر ويحذران الناس أن يعملوا بالسحر أما الناس كانوا يتعلمون السحر فيأخذ بعضهم بالسحر مثل هذا التلميذ أو القارئ اللي يقرأ كتاب الطب فيستخدم السم في غير محله ويقتل به الناس هذا موذن بالطبيب وإنما هو الذن هذا التلميذ اللي يسقي الناس السم فيضرهم اليهود تركوا كتاب الله وآخذوا بالعلم الذي أنزله الله على الملكين الذين نزلوا ببابل اللي هي مدينة بالقرب من الحلة في العراق ذاك الوقت كان مركز للحضارة العالمية فشاع فيه السحر من هما الملكان هما هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ليستشكل أحد أنهما كيف يعلمان الناس السحر وهما ملكان من قبل الله تبارك وتعالى لأنه ما يعلمان من أحد يعني ما يعلمان أحدا السحر حتى يقول له إنما نحن فتنة وامتحان لك والتعليم للعلاج لا للإضرار فلا تكفر باستعمال السحر أما الناس فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كان الناس يتعلمون من الملكين سحرا يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون ما يوجب العداوة والبغضاء بين الزوجين مما يقول إلى الفراق والطلاق والحال أنه كان من الضروري أن يتعلموا ما يبطلون به التفرقة الملكان كانوا يقولان إن هذا الشيء يفرق وإن هذا الشيء يبطل السحر المفرق لكن بعض الناس كانوا يعملون بالسحر لا بمبطل السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ليتوهم أحد أن الآمر خرج من سلطة الله تبارك وتعالى كلا بل إنما شاء الله أن يختبر عباده هذا مثل الله تبارك وتعالى يخلق العنب ويعطي القدرة للبشر واحد يستخدمه في الحلال واحد يعصره خمر الأمر ما خرج من يد الله تبارك وتعالى بل هذا للامتحان والابتلاء لهذا قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم يعني الملكين ومتعلم السحر منهما وما هم بضارين به يعني بسبب السحر أحدا إلا بإذن الله إذنا تكوينيا فالله هو الذي جعل هذا الأثر المفرق في السحر وهذه الآية لبيان أن الناس تحت قبضة الله تبارك وتعالى واختياره سواء أطاعوا أم عصاوا حتى لا يتصور واحد أن العاصي خرج عن سلطة الله تبارك وتعالى فإن الأشياء لا تؤثر إطلاقا إلا بإذن الله ومعنى الإذن التكويني هنا أن الله تبارك وتعالى يخلي بين المؤثر والمتأثر ولم يمنع التأثير قهران ولو منع التأثير قهران كان العالم عالم الجبر وبطل الامتحان والاختبار والحاصل أن المراد بهذه العبارة أن شيئا لا يخرج من إرادة الله سبحانه وتعالى فالله يتمكن من الردع لكن لا يرده ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يتعلم هؤلاء اليهود الكافرون بالكتاب من الملكين ما يضرهم يعني الشيء الذي يضرهم في دنياهم ودينهم ولا ينفعهم هذا تأكيد ردا لزعمهم أن السحر ينفعهم لأنه يوصلهم إلى أغراضهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق هؤلاء اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله واتبعوا سحر الشياطين وسحر الملكين علموا بعقولهم أو بما بلغهم من قصة النبي موسى صلوات الله عليه والسحر علموا هذه الحقيقة لمن اشتراه يعني اشترى السحر وباعدينه وإيمانه ما له في الآخرة من خلاق ليس له أي نصيب من الخير ولبئس ما شروا به أنفسهم لأنهم أعطوا أنفسهم للنار مقابل اشتراء السحر الذي توهموا أنه ينفع دنياه لو كانوا يعلمون لو كانوا يعملون بعلمهم نزل العالم بالشيء منزلة الجاهل لأنه لم يعمل بعلمه ومن لا يعمل بعلمه هو والجاهل سوا فلو كانوا يعلمون لعلموا قبح ما اشتراوح ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو أن هؤلاء اليهود بدل اتباع السحر والشياطين آمنوا حقيقة واتقوا فعل المعاصي لمثوبة يعني ثواب من عند الله خير لهم في دنياهم وآخرتهم لو كانوا يعلمون لكنهم حيث لا يعملون بهذا العلم فكأنهم لا يعلمون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين